السلام عليكم فضلا إذا كنت من محبين برنامج رامز جلال لا تنسى وضع لايك للفيديو والاشتراك في القناة انتشرت الكثير من الشائعات في الأيام الأخيرة عن فكرة برنامج رامز جلال الجديد وأنه من المتوقع أن يحمل اسم رامز مريض نفسي وتدور فكرة البرنامج حسب ما انتشر مؤخرا على أنه سوف يتم دعبة الضيف الذي سيقع في المقلب لزيارة إحدى القصور القديمة والأسرية وإقناعه أنهم يريدونه قضيف شرف في أحد الأفلام الأمريكية الذي سوف يصور هناك وبعد وصول الضيف للقصر يقوم باستقباله أحد الممثلين الهوليوديين وهذا ما سوف يبعد الشاك عن الضيف على أنه قد يكون مقلب ومن ثم بعد قدوم فريق تصوير الفيلم المزيف يقوم مخرج الفيلم بشرح الدوري الذي سيلعبه الضيف ويخبرها أيضا عن تاريخ القصر وأن أناسا كسر في هذا القصر قد قتلوا أو فقدوا فيه وذلك بسبب أن أحد أصحاب القصر الذي كان يسكنه أصيب فجأة بالجنون واختفى بعدها وأن روح هذا الشخص ما زالت تسكن بالمكان وتقوم بقتل أو إخفاء كل من يقترب من القصر وعند بدء تصوير الفيلم يطلب المخرج من الضيف الدخول في أحد سرادي بالقصر وبعد أن يدخل ويقرر الرجوع لا يجد المخرج حيث يتم إخفاء طريق الخروج عنه ولا يرى أي أحد موجود غيره في القبو مع وجود إضاءة خفيفة جدا حتى يستطيع أن يرى طريقه ويرى الأشباح التي سوف تظهر له ومن ثم بعد إبقاء الضيف لفترة من الزمن لوحده يقوم بسماع أصوات مرعبة كأصوات الأرواح أو الأشباح التي تكلم عنها المخرج في البداية ثم فجأة ينهار جدار القبو ويظهر شخصا من خلف الجدار يشبه الزومبي يحمل سكينا ويقوم بملاحقة الضيف وبعد أن يحصره ولا يجد الضيف أي طريقة للهروب منه يقوم بالصريخ والإنهار بالبكاء وفي هذا الوقت يقوم الشبح بالكشف عن هويته حيث يظهر أن الشبح كان رامز جلال وطبعا هذه إحدى الأفكار المتوقعة لبرنامج رامز جلال الجديد في العام 2021 ومن الممكن أنها مجرد فكرة قد انتشرت عمدان لإبعاد الأنظار عن الفكرة الرئيسية وقد قمنا في فيديو سابق بنشري فكرة أخرى قد انتشرت كثيرا أيضا عن ما هو متوقع أن يكون برنامج رامز جلال الجديد وهي رامز في القطار وكل هذه الأفكار حتى الآن مجرد تكاهنات ولا يوجد حتى الآن أي شيء رسمي يؤكد أي الأفكار هي الأصابة ترجمة نانسي قنقر